السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنزل على الصفحة وعلى اليوتيوب قصة قصة فونيكس وبنطلع منها الحالات الفونيكس اللي موجودة فيها. ومن ضمن القصة اللي تنزل قصة الكلب بتاعي. وكان فيه جوه القصة ناس سألت عن حاجة اللي هي ازاي زي مظهر عندكم في الشاشة الوقتي. ازاي بتقول على الكلب هي از. بتقول عليه هم. تمام? مش نفرض نقول ات از. فانا اخدت سكرينشوت بي الاسئلة دي وحطتها على الصفحة. وقلت حد يعرف الاجابة باستثناء الناس اللي شغالة معايا في الكورسات اللي قبل كده محدش جاوه. وفعلا الناس اللي قبل كده لانا الكصص دي بتاخدها من منهج دولي. اه انجلش. تمام? فانا بعرركم في الكورس حاجات في الجرامر ملهاش علاقة. بالكورس بس بنقولها زي ده. فطلبت منهم من هم ما يجاوبوش على السؤال وفعلا غلاهم عارف. في ناس اكتهت وقالت عشان الكلب ده احنا عارفينه فبنقول عليه هي. ناس قالت تانية حد تانية قال ده informal language يعني لغة غير رسمية. برضو اجابة غير صحيحة. طيب ايه هو الصحيح او ليه هم الاجانب بيحطوا هي وشي مع القطة برضو. هقولك قاعدة مهمة جدا او مش قاعدة. حاجة هم بيعملوها. ممكن بترفعش معانا احنا كمسلمين. تمام? او معانا وانت مع الناس الاغنية تنفع معاهم. لكن معانا احنا لا. تمام? ايه هي? ان الاجانب بدايما عندوهم كلب في البيت مسلا. بس بيقعد معهم عالصفرة. رايحين رحلة بيروح معاهم. بنام جنب الطفل عالسرير. بيدخل حمام جوه البيت. ليه اكل. رايحين مشوار بيركب معهم العربية. من الاخر بيعتبروه واحد من العيلة. واحد من العيلة. ففي الحالة دي ينفع قوله على الكلب. وينفع قوله على القطة. تمام? طبعا احنا هنا كمسلمين ينفع. طبعا احنا احنا كمسلمين محرم علينا ان احنا نقتني كلب. رسول السلام قال تدخل الملائكة بيت فيه صورة وكلب. صورة تجسيد. لحد حتى لو ابوك لو امك لو شخصك. الملائكة متخش لبيت ده. لان ده انت بتشبه نفسك او بتشبه المصور بصفة من صفات ربنا هي الخلق او الانشاء. ما علينا. ده مش موضوع ده. والكلب عشان ما لقيك ما بتخش البك اللي فيه كلب. فده عشان كالي الاجانب بتلاقيهم بيستعملوا ده. تمام? احنا بقى ممكن كعرب بنستعملها يمتى? بنستعملها كمان? ممكن نستعمل مع الشخص العاقل كلمة ات. ازاي? انا بخبط على البيب. واحد قولي هو هو از مين? اقوله اتس مي. انه انا. اتس مي. اهو غير عاقل. يبقى انا ممكن استخدم ضمير العاقل. مع الغير العاقل زي ما قلت لك الاجانب. قطة او كلب بس بيعتبروا واحد من العيلة. وحتى لو مات بيعملوا عليه حداد بيبوسوا على الاسود كأنه واحد من العيلة. واحنا عندنا برضو هنا في اللغة بتاعتنا او في المناهج بتاعتنا ممكن استخدم ات مع العاقل. زي اقول حد بخبط على الباب اقول هو از يقول لي اتس مي. انه انا ممكن برضو الطفل الصغير البيبي اقول عليه اتس ابيبي. ما مستر ما الطفل عاقل? لا الطفل يعني بيعتبر لسه ما نقماش عاقله ما نقماش او ما نفهمش حاجة فبيعتبره هو ان هي ينفع استخدم ات مع اي ابيب. ده كان اجابة السؤال عشان الناس كتير سألت فمن واجبي ومن واجبي متابعيني ان انا ابيلهم واوضح لهم النقطة دي. ولو عندك سؤال انت ما تبخلش على نفسك بالسؤال اكتبو انا ما باي سؤال باختنص لانشوت وازم اطلع اطلع اجاوب علي افاه. لو عندك سؤال اكتبو. قولولي ايه رأيكم في سلسلة القراءة ديت? حلوة ولا لا? وشككم على خير والسلام عليكم.